اشتركوا في القناة اتبه العقول وتسعد الارواح دي حلقة من سلسلة حلقات حكمة الحياة الحلقة النهاردة عنوانها جورج بيرنرد شو دي الحلقة التانية كان لي حلقة سابقة بانوان جورج بيرنرد شو المسيح ليس مسيحيا و اظن مشاهدة الحلقة الاولى هتبقى الحلقة دية اقرب لحضرتكم بيرنرد شو تولد 1856 توفى 1950 و برضه قبل ما نبدأ لازم لمحة مهمة من حياته تخيل حضرتك شاب في العشرين يرفض العمل او اشتغل اسابيع قليلة بسبب الشغل اعتمادا على ان امه الستة الكبيرة اللي بتشتغل مدرسة موسيقى غلبانة تصرف عليه وهو يقضي وقته كله سنوات يعني عز شبابه وطاقته يقضي في الملحف البريطاني علشان يتعلم مدهش شيء مدهش ويكتب خمس روايات فاشلة فاشلة بمعنى انه محدش ردي ينشرها طلقى ستين خطاب رفض ولكنه بمنتهى الصلابة يكمل ويستمر لحد ما يحصل على جايزة نوبل في الادب سنة 25 ويحصل على الاوسكار وما فيش انسان حصل على نوبل والاسكار الا بيرناد شو بعد كده كان في بدايات النجاح يتزوج فتاة غنية تكلمنا عنها في بعض الوقت يعني هو ما كانش بحتاج انها تصرف عليه لكن هي كانت بترعاه يعني هذا المبدع سواء في فترة شبابه الاولى او في فترة رجولته كان تحت رعاية امرأة ما بترعاه سواء امه من ناحية اللي العلاقة العاطفية بينهم مكنتش كويسة او زوجته اللي شافت فيه عفقري وما كانتش بتذكر اسمه الا انه العفقري الحلقة ديت انا مخصصها لتنين من اسات زيتي الكبار جداً لانهم اساتزة مش مباشرين لي لكن هما اساتزة لأستاذي كمان الأستاذ العظيم نجيم محفوظ الاتنين دول هما عباس محمود العقاد وسلامة موسى طبعاً دول انتجاهين مختلفين حضراتكم تقدر تعرفوا فكري الأستاذ العقاد وفكري الأستاذ سلامة موسى دول يعني على طرفين نقيد يكاد يكونوا على طرفين نقيد لكن هما الاتنين كتبوا عن بيرنرد شو وانا حابب جداً واحنا بنتكلم عن بيرنرد شو نستعرض ما قالوا الأستاذ العقاد وما قالوا الأستاذ سلامة موسى نبدأ بالأستاذ العقاد وكتابه بيرنرد شو بيتكلم على ان شو ورث من ابوه الاستخفاف بالتبعات والتقاليد ابوه راجل سكير مش مرتب بحاجة فهو استفاد منه هذا الموقف التحرر من تقاليد المجتمع وقيمه وده خليها عنده حرية فكرية وأما بالنسبة للسكر فده خليها يمتنع عن شرب الخموط طوال حياته ميلو الموسيقى جاي من أمه اللي هي عزفة موسيقى وبتحب المرح والغناء فهو اخد منها أيضا هذا الجانب الفني اللي عبر عنه في مصر حياته زي ما قلنا تعلم القراءة في سن ثلاث سنين وده شيء مدهش جدا هو بيقول كده وقضى حياته كلها في التعليم كان وصل بيه الامر انه كان بينقح او نقح رواية فعلا لشكسبير وعشان يباين الفرق بين اسلوبه هو اسلوب المرح اللطيف اللي مرفوهوش زخارف وبهرجة زي اسلوب شكسبير موقفه من شكسبير مدهش كان عنده عادة مدهشة جدا وجائع انه هو يكتب لكل مصرحية مقدمة طويلة جدا حيانا كان تبقى طويلة جدا فعلا لكن بيعبر فيها عن فكره اللي ادى به لكتابة هذا العمل الابداعي سنة 25 لما حصل على جائزة نوبل رفضها في الاول في البداية وقال عاملة زي العوامة اللي بتيجي الواحد كان بيعوم في المية لكن وصل لشط النجاة خلاص يعني هو كان محتاج هذا من ناحية المالية وناحية الاعتراف فيه في الاول لكن ما بقاش محتاج لها تديرني ليه بس هو بقى لها على اساس مستخدش الفلوس وقال انها تبقى لتوسيق العلاقات الثقافية بين السويد اللي مانحة للجائزة وبين انجلترا في ترجمة الادب السويدي والانجليزي بيقول العقاد انه هو بيرنتشور خد من دارون ولا ماركو بارجسون فكرة نظرية التطور وخد من نيتشا نظرية السوبرمان وخد من كارلو ماركس وهنري جورج الاراق الاشتراكية وخد من ابسن طريقته المسرحية وخد من ساموريد بيتلر مقايزه في نغض الفن واسلوبه اللازع طبعا اسلوب بتاع راجل ده مفيش كاتب حياخد اسلوبه من كاتب ابدا بيقول العقاد ان حياتشوره اقرب الى النسك والتقشف وطعامه كان النبات هو كان لا يشرب شاي ولا قهوة ولا خمرة ولا بيكل اي نوع من انواع الحيوانات وحياته فعلا حقيقة كانت كده وده طبعا لها تأثير كبير عليها بيقول ان امه اللي توفت سنة 13 عمرها ما ارد حاجة من شغله ولا اهتمت بيه شغله ولا خاتم يسدها حتى ان هو هذا الججل اه العفقري لانها شفيته يعني شاب عاطل عايش على افاه لكن هو لما حالته المالية تحسنت بدأ يرعاها واهتم بيها جدا يعني حتى وفاتها وان كانت الالاقة يعني هو كان بيقدم لها كل الجانب اللي واجب من ابن لامه بس العاطفة كانت نقصة شوية اه لاسباب قلناها في الحلقة السابقة احتفل باحراق جثمانها على حسب وسيطها واقم صلاوات عليها بعد وفاتها رغمي عدم ايمانه بالحكاية دي بيقول ان هو بيرنالد شو كان ليه علاقات نسائية في شبابه ولكنه اه عمل زي ابوه لم يتزوج الا بعد ان تجاوز الاربعين وتزوج اه فتاة ارلندية من الورسات كلمنا عنها في الحلقة السابقة بيقول ان هو فنان وناقض موسيقى ومسرحي فان هو بدأ بالنقد الاول بكتابة مقالات نقدية فنية في فن الموسيقى ثم في فن المسرح ثم انتقل الى كتابة المسرح ولما توقف عن الكتابة الابداعية والكتابة المباشرة بيقول استاذ العقاد ان فلسفة شو بيذكر فيها اسم الله كثيرا لكنه على الحقيقة لا يؤمن بإله مطلق الاراضة خلق جميع الاشياء الاله بتاع الديانات بتاعتنا دي هو مش مؤمن بها هو مؤمن بالقوة الحيوية والتطور وان التطور ده هو المسعة كله ومفيش حاجة تانية غير انه هذه الكائنات بتتطور بشكل اللي هي نظرية داروين نشوق الارتقاء ويقول انه هو بيستمد فلسفته من نظرية نشوق الارتقاء ومن بيرجسون دافع الحياة المتطورة وفكرة السوبرمان اللي خدها من نيتشا بان احنا نتمنى انه يبقى تيجي عجيال من السوبرمان الكائن اللي هو بيقول له زي ما قال نيتشا وكان لي حلقة انه سي العلاقة اللي بيننا وبين الارد شوف حضرتك الارد فين والبشر فين في العلاقة بين البشر وبين السوبرمان علي بقى يبقى السوبرمان ده قال عليه بقى انه يبقى صحته كويسة جدا ما بيمردش خالص ما بيحياش ويعيش مئات السنين لان الحياة اللي بتاعيتنا دي قصيرة دي ما تنفعش ويبقى عنده طاقة عقلية خارقة وخربة كبيرة جدا ويعيش مئات السنين المدش المدش ان الاستاذ عباس محمود العقاد بيقول ان السوبرمان اللي قال عليه برناتشو ده مش مستحيل حقيقة انا دهشت انا مش بقول انه مستحيل والبشرية بتتطور بس في جانب خيالي خرافية ده اهم باجاز ما قاله الاستاذ العقاد عن برناتشو الجانب الاخر الاستاذ سلامة موسى الاستاذ سلامة موسى كتب كتاب عن برناتشو وكتب في كتابه المهمة هؤلاء علموني فصل كبير مهمة عن برناتشو هو استاذ سلامة موسى ده كان استاذ للاستاذ نجيب محفوظ واول من نشغل للاستاذ نجيب محفوظ واول رواية لنجيب محفوظ اللي اسمها عبس الاخضار ده مش الاسم اللي حطه نجيب محفوظ ما يحطش كزا لكن ده الاسم اللي حطه سلامة موسى على اول جواية لنجيب محفوظ الاسم الحقيقي لهذا جواية كان حكمة خوفه لكن سلامة موسى قال له حكمة خوفه ايه بيقول لي بينما سلامة موسى نفسه ابنه كان اسم خوفه مفارقات وهو اللي سمى هذا الاسم عبس الاخضار بتاع رواية الاستاذ نجيب محفوظ اللي لما الاستاذ نجيب راح يديها لاستاذه الاخر الشيخ مصر عبد غازق بس كده قال له عبس الاخضار هي الاخضار بتاعه بس يا نجيب يعني شوف المهم فالاستاذ سلامة موسى هو كان ليه دور في حياة الاستاذ نجيب واول واحد ينشر اول رواية الاستاذ نجيب محفوظ الاستاذ سلامة موسى كان في انجلترا وعرف برناتشور شخصيا لانه من سنوات 1908 لحد 1914 كان شور ساعتها 55-60 سنة تقريبا انبهر به سلامة موسى بيقول انه اجمل انسان شافه بيقول انك انت كأنك شفت سخرات او افلاطون حد يعني اعتبروا حاجة فوق البشر يعني اا اعتبروا عبقرية فهو عبقرية طبعا بس انا بكلمكم عن موقف السلامة موسى بالنسبة لبرناتشور اا اتكلم عن زواجه وبرده في سن متأخر بعد الاجبعين زي ابو وزواجه من هذه الفتاة الايرلندية اللي اعتبرت ان حياتها كلها مخصصة في انها ترعى هذا العبقري واللي ما كانش بيه بينهم اا اتصال جنسي بيقول انه بيرناتشور كان مهتم جدا من العناية بالصحة لان العناية بالصحة هي جزء مهم من الحكمة الكلام ده شديد الاهمية والروعة يعني ان لازم الانسان الحكمة الصحة دي نعمة كبيرة ربنا ببعتها لك انك تبددها انك تدمر صحتك انك مطرعش صحتك ده شيء من رؤيتنا فهو هنا بيتكلم على ان تي رؤية بيرناتشور ده رؤية انا شاف انها حكيمة تماما يعني بيقول ان الرجل الحكيم بيتعود لعادات اللي تخدم صحته وبالتالي هو يكون نباتي لانه ده افضل للصحة بيضيف الاستاذ السلامة انه الاسد المهمين لبيرناتشور هما كارلي ماركس ونيتشا وابسن في المزرح والاديب الانجليزي السامور الباطلر اللي حارب النفاق الاجتماعي سواء ابسن او باطلر علموا او كانوا اساذة لبيرناتشور في فكرة نقد المجتمع نقد الحياة العائلية الانجليزية والافكار الساعدة في المجتمع وقيمه وانه الاطفال الاباء بيوصروا على انهم ينشئوا على غرارهم يعني تبقى لعقائتهم وعادتهم ان دي شيء يؤدي الى تعاسة الاطفال لان لازم هو من رؤيته ان نتركهم احرار وان ما نفردش عليهم لا افكارنا ولا اتقالتنا عشان عملية التطور عشان نتطور بيحكي الاستاذ السلامة حكاية لذيذة جدا على النظام الرأس مادية طبعا هو زيه كان عضو في الجامعية الفعبية استاذ السلامة عموسة كان عضو في الجامعية الفعبية مع جورج بيرناتشور وكان مؤمن جدا بهذه الافكار لكن الحكاية دي لطيفة بيقول الف تبنمية وسبعين في شركة كروب شركة المانية اخترعت المدفع مدفع فبعد ما اخترعوا المدفع راحبوا يبعوه للحكومة المانية في حكومة المدفع هاشتري مدفع اللي ماشي ماشي ماشيتش راحوا للحكومة الفرنسية مرديتش اشتريه راعدوا دغاروا في اوروبا مردوش اشتريه راحوا بقى مين اللي اشتريه جامل الخدير اسماعيل هنا في مصر قالوا له ده مدفع مهم جدا فطبع الخدير اسماعيل ده يعني عايز يبقى زي اوروبا قال لك هتقولنا اشتري مدفع لما الخدير اسماعيل اشتري منهم المدافع دي او شوية من المدافع دي راحوا لتركيا في اسطنبول قالوا يلحق ده الراجل بتاعك في مصر يجب مدافع دي قوية جدا حيبقى اخوى منك فقال كده لازم اشتري مدافع اكتر اكتر من اللي اشتريها اسماعيل في مصر وبعد كده راحوا للروس قالوا لهم الى عدد ده اللادرخí خدوا المدافع دي وده مدافع قوية جده ممكن يدمروا جيشكو فاطروا الغروس منهم يشتريو المدافع لما رجؤوز يشتريو المدافع راحوا للالمان قالوا لهم الاهاخقوا ده راسيا اللي جمم بيكو جاب سات انبيكو أغتهم المدافع من طال اللي احنا أنتجناها فالالمان اضطروا ويشتريو المدافع وبعدين راحوا فرانيس οπο Tagalo قالوا لهم الحقوا ده الالمان واخدين جابوا المدافع دي لازم تاخدوا المدافع دي عشان تدفعوا عن نفسكم من الالمان فاضطروا الفرنسوين يشتروا المدافع وبيقول ان هو ده النظام الرأسمالي اللي بيقوم على انه يعني من اجل ان الرجل هذا البيزنسمان هذا رجل الاعمال هذا الطبقة اللي بتنتجز حتى ولو سلاح بتنتجز حتى يموت الناس وضمروا عشان تحقق ارباحها ممكن تقعد كده وممكن تعمل الحروب كمان والحقيقة ما يقاله الاستاذ سلامة موسى ممكن تشوفه في حياتنا النهاردة سنة 24 بيقول الاستاذ سلامة انه بيرناتشور نشأ ايرلندي فبالتالي كان الانجليزي محتلين فهو شاف الاحتلال الانجليزي وبالتالي كان ضد فكرة الامبراطورية اللي الانجليزية اللي بتقهر الناس في المستعمرات وبتستغل ثرواتهم وبتعيشهم عيشة غلبانة جدا في سبيل انها تمتص ثروات الشعوب الاخرى ففكرة الاستغلال الانسان سواء في داخل البلد او في شعوب اخرى هو كان ضدها تماما ده كلام مصبوط طبعا لكن بيقول حاجة مدهشة بيقول ان الايرلندين اكتسبوا حاجة في غاية الاهمية من الانجليز ايه بقى اللغة الانجليزية ولذلك كان في بعض الايرلندين عايزين يعيدوا لغاتهم الايرلندية هو كان ضد ده تماما وشاف ان اللغة دي الانجليزية دي نعمة كبيرة جدا لبلده ايرلندا على اساس ان دي لغة عالمية ولغة الحضارة وانه لابد ان نحافظ على هذه اللغة زي ما قلنا قبل كده هو مدح للأسف موسيليني وهتلر طبعا قبل بداية الحرب العالمية بفكرة ان هما زي السوبرمان اللي ممكن يقودوا الشعوب للتطور والنمو بينما لو اعتمدنا على النظام الديمقراطي زي ما هو كان شايف عيوبه كان شايف كمان ان الجمهور ممكن يتعرف للخداع والغش وانه لكن لو الحكم في ايد اقلية ممتازة متمتاز بالزكاء والخبرة ده ممكن يكون في مصطحة المجتمع على فكرة اشارة بس هنا للشباب ده كان نفس الفكر اللي كان موجود في حزب الاحرار الدسترين في مصر مقابلة لحزب الوافد حزب الوافد اللي قايم ايمانه على النظام الديمقراطي وان الشعب هو اللي يحكم بمعنى انه الانتخابات تجيب الناس اللي الشعب يختارهم وبينما الحزب الاحرار الدسترين كان يرى انهم الطبقة الغنية اللي متعلمة لتعلمة كواس دي للمفروض ان هي الطبقة اللي تحكم لانها قضرة من الشعب بمصلحته طبعا انا ضد الكلام ده نهائي بس عايز اقول لحضراتكو احنا نتكلم على حزب الوافد حزب الاحرار الدسترين نصف الاول من القرن العشرين احنا في القرن الواحد عشرين سنة اربعة وعشرين عندنا نفس الناس اللي مقتنعة ان لأ مش هنطلق الحكاية للشعب ولازم فيه طبقة اللي هي طبقة الحكاية بس هي طبقة عسكرية دلوقتي بس سواء كانت عسكرية او مالية او انه هتصور ان في مجموعة من الناس يملكوا القدرة على انهم يختاروا للشعب اللي هو عايزه انا ضد ده تماما ومع النظام الديمقراطي تماما زي ما حضراتكو عارفين بيقول الاستاذ سلامة موسى ان كارل ماركس اعظم فلسوف صهر على وجه البسيطة طبعا ماركس ده انسان عظيم جدا ومفيش فلسوف بقت نص الكرة الارضية بتعيش على فكرة زي كارل ماركس لكن حكيت انه اعظم فلسوف ده طبعا كارل ماركس فلسوف مفكر عظيم قدم فكرة بيحكي حاجة الاستاذ سلامة انه هو نفسه حضر لمدة ساعتين اجتماع مع بيرنالد شو في الجامعية الفابية كان بيناقش اا قدرة التعليم قاعد يتكلم فيها شو اكتر من ساعتين بينما الحضور كانوا تمانية تسعة اللي بيحضروا ومع ذلك شو مهتم جدا انه يوصل فكره هو الحقيقة كان من هذا الجانب كان شيء مضهش جدا يعني سواء كان في الجامعية الفابية او اا في وقت ما كان وبرضه في المحليات في بلده كان بيتكلم على نظام الاجارات وكان يعني مهتم جدا وهو كاتب كبير ومعروف كان ليه انشطة اجتماعية وانشطة من هذا النوع كبيرة جدا انه هو كان مهتم جدا باصلاح مجتمعه وتطبيق رؤيته الفكرين بيقول مثلا الصحة حكمة طبعا صحة والاخلاق من الزكاء رائع من لا يعرف كيف يصنع نفسه لا يعرف كيف يصنع شيئا اخر فكرة دي مهمة جدا عند الاستاذ السلامة وعند بيرنال شو فكرة ان الانسان بالذات للشماب الانسان بيصنع نفسه بيصنع نفسه بيقول شو حاجتنا العظمى ليست هي الاخلاق الحسنى او الخبز الجخيص او الاعتدال في الشراط او الحرية او الثقافة او انقاذ اخواتنا الساقطات واخوانا الخطار اما الايه تصور كل دا مش دي حاجتنا العظمى اما الايه حاجتنا العظمى هي الكفاية من النقود نظرة بيرنال شول النقود مضهشة الحقيقى فاكرينها عبارة اهم حاجة الفلوس الحقيقى نظرة مضهشة جدا انا طبعا معترض عليها بس هو يعني تصور ان كل الخطايا والاخطاء والمعاناة البشرية سببها نقص الفلوس وانك انت لو افرت الكفاية من الفلوس يبقى البشر يبدأوا يبقوا بني ادنين ده رأيه اللي ممكن يكون يعني محل النقاش بيقول ايه سيعيد بناء الكنيسة في الدولة على اسص ديمقراطية جديدة بحيث يمكن ان ينتخب رئيس للكنيسة رجل ملحد بتصوره هو بقى انه ايه التطور ان يبقى الكنيسة دي يتم انتخاب حتى ان شاء الله لو كان رجل ملحد يبقى هو رئيس الكنيسة بيقول وليام شكسبير شاعر ملوكي بتاع الملوك جميع ابطاله ملوك ولو ده الطبقة العالم بينما هو شاعر واديف شعبي يعني بيطلع مصرحياته واعماله من ناس عادية من الشعب وافطاله هم ابناء الشعب وان مصرحه ليه هدف وليه رسالة واما مصرح شكسبير فالفاظ غنانة ويعني شوية جمليات لغة وبتاعه لكن مش زي ما عندوش رسالة زي ايه الرشالة اللي بيقدمها شو وان شكسبير مجرد حشوة وصرصرة وانه يعجز شكسبير يعجز عن دراسة قشور الفلسفة بينما هو راجل درس الفلسفة وكده كلام الحقيقة انتو عارفين يعني يعني احيانا بعض المبدعين الكبار ايه بي عندهم هزا النقص هزا النقص ده نقص طبعا ده عيب كبير لانه ده شكسبير حاجة عظيبة جدا وفي الحلقة اللي فاتت قلنا الاستاذ العقاد قال ايه عنه حبيتش اقرر الكلام بيقول ان تلستوي عنده قرأة في شكسبير زي قرأة فرناتشور زي قرأة وان ايميل زولا كان بيشوف ان بلزاك واقعي ونقد اجتماعي اما شكسبير فرومانسي لم ينتقد المجتمع الحقيقة القضية دي عايز اقول لحضراتكم دايما يعني الكاتب الكاتب بيبقى ليه اسلوب وطريقة ورؤية ممكن يتعلم من كتاب اخرين لكن لان هو صاحب رؤية فنية ادبية ثقافية بيبقى احيانا الرؤى الاخرى لكتاب اخرين يشوف انها مش مناسبة زي رؤيته هو فيشوف يشوف انه شغله مثلا افضل من شغل الاخرين قد يكون معا حق وقد ما يكونش معا حق يعني واخد بالك لكن شغل شكسبير ده لا يعلى علي بيقول استر سلامة عن فرناتشور ان المذهب الاشتراكي يقوم مقام الدين على فكرة ده رأي شو رأي سلامة لانه لانه التطبيق العملي الانسانية للاشتراكية بتلغي الفقر وبتلغي الاستغلال وبتلغي الاستعمار وبالتالي هي الدين الجديد وان الحاد برناتشور كان الحاد مهزب ما كانش بيتطول على ديان مع ان احنا ذكرنا في الحلقة اللي فات لبعض الحاجات بصورة بيارة انه ده كان الحاد مهزب جدا وان شو لا يجد في الزواج اي معنى الزواج ان هما بالناس بيقولوا عليها عقد مقدس ولا اي حاجة ده عقد تنسولي بايولوجي المهم فيه صحة الانجاب عشان نجد اجيال جديدة ارقم الاجيال السابقة فكرة التراقي والسوبرمان دي فبيقول مثلا ايه انه المفروض يبع عندنا خمسة وعشرين في المائة من النساء يعني نشوف النساء اللي في المجتمع افضل من فيهم صحيا ومن كل النواحي نخليهم دول للولادة وخمسة وسبعين في المائة من النساء ماولوجوش بقى نعقمهم ولا حقا والرجال بقى خمسة المائة بس نناقي خمسة المائة من الرجال بس افكار خمسة المائة من الرجال هم دول اللي هم الرجال اللي فيهم كل الصفات الكويسة عشان نستخدم احسن نساء عندنا واحسن رجال في اللي هم يجبوني اجيال جديدة طب وبقية الشعب الخمسة وسبعين في المائة من الرجال نعقمهم والخمسة وسبعين في المائة النساء نعقمهم مش عايزين ملك وكلفة انتو نستعبانة وانو حتى ممكن نستعمل التوقيح هذا الصناعي الحقيقة هذه الافكار الخيالية اقول عنها كلمة دي افكار مجنونة وافكار عنصرية وهتلر كان جاله افكار من هذا النوع جاية من نيتشا وجاية من هذه الطريقة من التفكير الفقر عند بيرنرد شور هو الاصل والجزر لعشرات او لكل الشعور والاسام اللي في العالم وشور على كلام سلامة موسى بدأ اشتراكي متدرج وانتهى شيوعي ثوري الحقيقة اللي كلام ده عليك اللي هو يعني ما كتبش حاجة تفيد الشكل ده او معين طبعا طبعا مفيش حد يعرف بيرنرد شور عندنا زي لو السلامة موسى اللي عارفه شخصيا وعاش معها سنوات وتناقش معها وسامع وفكر فيه وارى كل الكلمة ليه لكن يجوز يكون هذا كان رؤية بيرنرد شور في مرحلة في الاخر لكن شغله بيقول ان هو مع الاشتراكية الفابية بيقول بيرنرد شور حكيم العصر منذ نصف قرن يعني هو بيرنرد شور كتب الكلام في القمسينات بعد وفاة بيرنرد شور بفترة قصيرة فبيقول انه هذا الجرج الحكيم العصر لم يحصل بالتعليم الا ما وصلش الى السنة التالتة بتدائي طب ازاي حكيم العصر يوصل لحد لانه ده تم بالتربية الذاتية والتعليم الذاتي والتعليم الدائم يعني هذه التعلم الدائم هو اهم حاجة الحقيقة هذه الاشارة اللي بيشاول عليها الاستاذ سلامة موسى في منتها الصح ومنتها الاهمية انه لابد من التعلم دائما دائما وبالذات في هذا العصر وفي هذا الزمن والتعليم فيه الراغب في التعليم وسائل التعليم بقت متاحة بمنتها اليسر وسهولة فيه حتة كده اقولها لحضراتكو يعني ممكن تبقى صعبة شوية في الكتاب المقدس في التوراة فيه حكاية عن لوط مضهشة شوية حضراتكو عارفين هي لوط مذكور في القرآن ومذكور في التوراة بس الحكاية بقى انه بعد ما ساب القرية بتاعته وراح بعيد كان معا بنتين فالبنتين لا نفسهم هم وابوهم فقط وهو مفيش حد تاني قالوا احنا كده مش هيبقى فيه نسل منا ولا نسل من ابونا فتفتق ذهنهم كلام ده طوراتي موجود في الطورات فتفتق ذهنهم بيقول زي النص طوراتي قالت البكر للصغرية ابونا قد شاخ وليس في الارض رجل ليدخل علينا كالعادة كعادة كل الارض هلم نسقي ابانا خمرا ونطجع معو فنحي من ابينا نسلا سكروا اسكروا ابوهم وبعدين البنت الكبيرة نامت مع ابوها ثم سكروا ابوهم اليوم الليلة التالية والبنت صغيرة نامت مع ابوه عشان يحملهم الاب عشان يبقى طبعا دي واحدة من الحكاية الصعبة جدا في الكتاب المقدس المدهش 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 انا بنحكيها ليه لان بارناتشوب يمتدح ابنتايلوت اه دول التصرف كويس جدا اه عشان هذا الناس الكويس لازم يستمر بغد نظر عن اي حاجة بقى ابنت اتنم مع ابوها ثم بس عايزين الناس عايزين عملية التطور تمشي تحت اي سبب وانا بحكي الحكاية دي عشان دي تبينلك العقلية يعني انت مستعد مبناء على تحقيق فكرك وفكرة التطور مستعدة تدوس على اي جانب اخلاقي او انساني حتى شيء مدهش جدا وده اللي خليها يوجد بحد زي هتلر وموسوليني وحاجات من هزا وفكرة السوبرمان نفسها الافكار دي الحقيقة يعني افكار فيها جانب مرة دي من وجهة نظري وانا بتكلم عن حلقة نيتشا اتكلمت عن الجانب دو بيقول ان في التوراة في ناس عاشوا مئات السنين وقدماء المصريين كانوا بيحناتوا الاكسام على شاس حياء اخر بيقول ان في حيوانات زي السلاحف مثلا بتعيش اطواب مننا بكتير ولابد ان يتحدث السلالات جديدة من البشر العمر القصير بتاعنا ده ما بيسمحش للناس اللي بالدراسة والمعرفة الكافية والفهم ولا اصلاح احوالنا للتطور بيقول ان احنا عاملين زي اللي قاعد مستأجر في شقة فانت راجل مستأجر شقة ساكن شقة هتقعد مهد صغير وماشي هتقعد تصلح فيها ليه مش انتهي على الحكاية فانت راجل حياتنا قصيرة كده لو احنا بقى كنا سوبرمان ونعيش مئات السنين سائما موجود في التوراة وكاننا ممكن بقى نقعد نتعلم سنوات طويلة ونصلح بقى الدنيا وكده ويبقى عقلنا اكبر بيقول الاستاذ السلامة عن بيرناتشور انه بيرناتشور ان كان بالديني ينكر جميع الغيبات زي ما قلنا وانه مفيش حاجة بعد الموت وان الله ده موجود في الماده بس ليه بتتطور يعني موجود مفارق بنظرة الاديانية وانه هو ما يختلفش عن سفينوزا وبرجسون ولكنه بيشوف ان الخير في الكون اعظم من الشر ليه لان لو كان الشر اعظم كنا انقرضنا او كانت تبقى الحياة فرضى لكن التطور اللي موجود فيها للافضل ده يؤكد ان الخير اقوى من الشر واعظم ولكن مع التطور التطور ده بيخطأ يعني لو هو ربي التطور بيحصل من اقتار وبالتالي ان فيه كائنات بتنقارد وفيه كائنات كديرة جدا بتنقارد وده نتيجة خطأ في التطور بيقول ان شو كان مسيحي من حيث فهمه للاخلاق ده يعني هو اخلاق الي يسوع زي ما تكلمنا في حالة فاتت كانت مهمة جدا من اسباله لكنه من ناحية بقى الغيبيات او المعجزات فهو كافر بكل ده بيقول ان دينه الاشتراكية والتطور والتقدم والقصار وخدمة المجتمع والناس وده طبعا كله كلام رائع جدا بيقول جملة دي على لسان بيرناد شور كارل ماركس اثر في العالم اكتر مما اثر فيه المسيح او محمد انا قلت لكم الكلام عن محمد في الحالة الفاتت مهم اوي لان الكلام اللي قيل من شيخ الازهر عن اه اه النبي محمد علي افضل رسولته والسلام كلام مش حقيقي مش صحيح لانه ما كتبوش بايده زي ما حكيت لكم الحكاية لكن بيقول ان ماركس ده اللي هو افضل من الانبية ده كان راجل سباب لولا بيشتم طبعا لان حياته كان صعبة جدا بيقول لولا ان كان عندي صديق واحد اصد انجلز هو ده كان مات من جوع انجلز كان بيساعده جدا بيرناد شو ترك حوالي 3-4 مليون جنيه رقم ضخم جدا وقتها جدا جدا جنستر ليم خصص ربعها اخد بالك لاصلاح الهجاء الانجليزي ان تتعمل يعني خبراء يعملوا اصلاح لعملية الهجاء الحروف اللي مبتنطقش والحروف الفاولز والحروف المتحرك يعني حكاية كده انه يصلح فيها الورثة رفعوا قضية المحكمة قعدوا سبع سنين لانه انكسبوها سنة 57 انه كسبوا القضية والربع مليون جنيه اللي كانوا حيروحوا مخصصين للاصلاح اللاجنة دي خدوها الورثة خدوا المراس كله بيقول سلامة موسى ان الناس بتنفر من تغيير العاداتهم فالكلمات عادة وطرق الكتاب عادة تغيير العادة صدمة بتقلمنا لكن انه لازم في اللغات يحدث فيها هذا التطوير زي اللي كان عايز يعمله في اللغة الانجليزية فرنشوب يقول علينا ان احنا نستهلك كل ما فينا قبل ما نموت باعتمار ان احنا خلاص راحين للعدم وفيش حاجة فنستهلك كل قوتنا هو كان بيمشي ساعات طويلة وبيقعد يهزب الاشجار وهو في التسعينات من عمر لدرجة انه وقف عمر 94 لما توفى قبل وفاته كان بيتسلق شجر ووقع من فوق الشجر فرنشوب كسرت رجله ودخل المستشفى وهم في المستشفى بقى كان فيه مشكلة في الكليتين لكن هو بيحكي انه ازاي كان بيضحك مع الاطباء والمماردات مما فكرني بالاستاذ نجيب محفوظ والله ارحمه وانه احتفظ بروحه المرحة لحد اخر لحظه واصيب بالتهاب ويتوفى الحقيقة دي الحلقة التانية عن هذا المفكر الكبير اللي عنده افكار رائعة واللي بنختلف مع كتير من افكاره ونتفق مع بعض افكاره لكن احنا بنتعلم منه نظرته الحكيمة لان فيه جوانب كتير من الحكمة في فلسفة وفكرة وحضرتكو عارفين الحكمة ضلت المؤمن ورأس الحكمة مخافة الله